عناية الرحمن للإيمان تهدين وتشرح الصدر للتقوى وتروين عناية الله للإنسان تسعده تشفي القلوب من الأمراض تحمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبابنا المشاهدين والشباب في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم العناية المركزة أحبتي في الله النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن مرض خطير ما وقعت الأمة في هذا الضنق والشقاء الذي تحياه الآن بكل أصنافي وألوانه إلا بسبب هذا المرض الخطير محتاجين على وجه السرعة ندخل نتعالج في العناية المركزة الربانية النهاردة هنتكلم عن مرض وعلاجه هنتكلم عن الجهل وهنتكلم عن علاجه العلم للأسف انتشر الجهل وبين كثير من أبناء الأمة الإسلامية والله بحزا لما بلاقي شباب يعني عندهم مثلا ما بين العشرين أو تلاتين سنة أو حتى أكبر من ذلك ولا يحفظونه لو آية واحدة من آية الكرآن الكريم ده حتى لو قرأ سورة الفاتحة ربما يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى جنة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث أن الملائكة حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في عرض البحر ليصلون على معلم الناس الخير في يوم الأيام أحد طلبة العلم مجموعة من طلبة أمم كانوا عند شيخهم وأستاذهم بعدما انتهوا شيخهم هذا كان كبير في السن وكانا لا يقدر على الحركة فمشي معاهم فيما زد يعني أكثر ما يزيد عن يعني عشرات الكيلومترات فقالوا له ليه مشيت معانا أنت تعبان مش قدر تمشي قال لهم والله لو أعلم أن هناك قوم يباهي الله بهم ملائكة وأفضل منكم لما شيت معهم إن الله عز وجل يباهي بكم ملائكة الله عز وجل يحب أهل العلم العلم ما قاد إلى خشية الله عز وجل اسمع هذه الجملة العلم ما قاد إلى خشية الله عز وجل من صفات طالب العلم أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى من صفات طالب العلم أن يريد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى جل في علاه إياك والرياء إياك والدنيا إياك وثناء الناس عليك بإخلاص نيتك لله سبحانه وجل في علاه آخي وحبيبي في الله أنا عز وجل أبضح لك حاجة مهمة جدا 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 إيه هي؟ في حاجة اسمها الاستشراك الاستشراك دوت مش الجماعة اللي هم اليهود ده الاستشراك ده علم أدي له أكتر من خمسمائة سنة أو أكتر من ألف سنة العلم دوت بيعدوه علشان يهدموا الإسلام صح علم الاستشراك دوت وضع حاجات في كتب السيرة خلنا دلوقتي ندريس كتب السيرة غلط خل الرجل اللي بيكتب كتب السيرة دلوقتي بقى ناقل ولكن ما بيحللش ما بيعرفش المعلومة دي جات منين أخي وحبيبي في الله اعلم تمام العلم إن دلوقتي الاستشراكات وصلت أو الإسرائيلات وصلت لكتاب الله أصبحوا الأن والعزو بالله ياتون بكتب وياتون بالقرآن الكريم ويحدفون بالقرآن الكريم مع العلم إن ربنا سبحانه وتعالى حافظ هذا الكتاب ولكن يعلم تمام العلم إن أمه خلاص يريدون أن يطيحوا بهذا الدين ويريدون أن يجعلوا من هذه الأمة أمة جاهلة والعزو بالله معنا ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا بإحنا نتعلم أول كلمة وأول آية نزل في القرآن الكريم اقرأ اقرأ وتعلم اقرأ وتعمل في يوم من الأيام كنا في قارعة الطريق في إزاع من الإزاعات وبعدين طلب مني مهمة ما وبعدين وقفين بنتكلم مع الناس وبنقول لهم إيه يعني في بداية العام الهجري بطلب من شاب بقوله يعني تقولي في العام الهجري الجديد أو إحنا في سنة كاملة العام اللي فات فبسيط واحد يقول إيه إحنا في 1450 واحد يقول إحنا في 2005 هجريا سبحان الله جابي الكلام ده منين فين العلم اللي عنده أصبحت الأمة الآن بلا علم الأمة الآن أصبحت بلا علم لازم الأمة يكون عندها علم العلم ده وتد الوتد دو لو أنا عندي وتد وعندي رقن رقين وعندي أساس من خلاله هقدر حارب العالم كله وهسود العالم كله دلوقتي الحرب ليست بالسلاح الحرب بالسلاح كانت يعني كانت موضة قديمة خلاص وكمان إيه ده كمان فيها فلوس كتير وفيها خسار كتير لكن دلوقتي في حرب مفهاش فلوس ومفهاش أي حاجة ولكن إيه ومفهاش أي خسار وبيجيب نتايك إيه هي إن أنا أخش على أمة زي أخش على أمة أو أخش على بلد أو أخش على أي حاجة واهدم فيها العلم تماما مكسوف تتعلم تعلم يا أخي اتعلم الطب والهندسة والحاجات دي كلها اسمها أفنون ولكن العلم تعلم العلوم الشرعية قعد تحت إيد علماء مش تيجي مثلا عدى سيد الاربعين وتقول بعد ما شاب ودو الكتاب الكلام دوت خلاص ما ينفعش ولكن عاوز تتعلم عاوز تتعلم صح تحط النقل لله سبحانه وتعالى وتطلب العلم علشان المستشرق الجاهد ما يجيش ويهدم هذا الدين ودي مسئولية أمامك وتحسب على أمام ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تخيل معي لو واحد مثلا من الملحدين افتراضا يعني جاء لك ما الدليل على وجود إلهكم الذي تدون إليه ما الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى ما الدليل على أن هذا القرآن كلام من عند الله سبحانه وتعالى ما الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل على أنه هناك كنبي يسمى محمد بالله عليك حتجاوبه وتقوله إيه لو أنت مش متعلم ومعندكش أي حتى فكرة عن أي آية من آيات القرآن الكريم حتجاوبه وتقوله لا تقوله معلش أصلي لسه روح أتعلم واجه خلاص عمه ما هيكلمك تاني هم ما يدخل معك منظرة لابد أن تتعلم ولكن كما قلت لك أخلص نياتك لله سبحانه وتعالى وإياك وارياك خلي بالك من التلاتة التلاتة ديانا ساعة عاربهم في النهر عالم يؤتى بعالم العياذ وبلا تخيل عالم ملأ الدنيا علما وضجيجا والناس كلها كانت بتتكلم عليه يأتي يوم القيامة ولكنه لم يخلص نياته لله عز وجل يأتي يوم القيامة يقول له لما تعلمت فيقول يا رب تعلمت فيك العلم ابتغاء وجهك يقول له كذبت كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله أخلص نياتك لله سبحانه وتعالى لابد أن تتعلم العلم الشرعي الذي يفيدك أيضا لما أنت تعلم العلم الدنياوي مفيش منها أن تكون دكتور مفيش منها أن تكون مهندس ما فيش منها أنك تكون كيميائي ما فيش منها أنك تكون سيدالي ولكن أهم شيء يكون هدفك خدمة دينك ثم وطنك خلي بالك مش معنى أني بقولك تعلم العلوم الشرعية وتعلم علم الحديث والقرآن إلى آخره أن تهمل دراستك لكن تعلم تعلم الرياضيات تعلم الكيميائي والفيزيائي وغيرها لا تعارض بين الإسلام والتقدم العلمي المهم أن توظف كل ما تعلمت لخدمة دين الله عز وجل والمهم أن لا تحكم عقلك في حكم ما جاء به القرآن أن لا تحكم العقل في حكم النقل لأنه ما ضيع الفلاسفة إلا تحكيم العقل في حكم النقل لكن تعلم الرياضيات تعلم الكيميائي والفيزيائي وغيرها لا تعارض بين الإبداع والإسلام الإسلام لا يحارب الإبداع أبدا بشتى صوره شريطة ألا يتطرق إلى ما جاء به نص صريح لا تعارض بين إسلامنا وبين المبدعين لكن شريطة ألا يلحده عليك أخي الحبيب المسلم حينما تتعلم لابد أن تتقدر بأدب أهم شيء وأهم شيء يتوفر فيك حينما تطلب العلم أن تبدأ بالأهم مثلا على سبيل المثال لما تخيل مثلا أب يعني دع الله سبحانه أن يزدقه الله بولد فها هو يرزق بغلام ولكن على كبر كان كبير في السن هذا الوالد فمن فرحته بابنه وهو معاه مثلا بيأكله كمعاه مثلا كتعة اللحم تخيل الطفل ممكن يأكل كتعة اللحم طبعا من الصعب يأكل كتعة اللحم بالعكس ممكن يكون طعام الكبار سم للصغار لذلك لما تدخل مثلا مش على طول مثلا على سبيل المثال أي واحد لسه يبدأ في طلب يأم يقولك لأنه أدخل على طول في صحيح البخاري هدخل في تعليم تفسير القرآن هدخل في صحيح البخاري وصحيح مسلم الكتب الصحاح وإنت أصلا لسه ما حفظش ولو آية واحدة من آية القرآن الكريم ابدأ أهم شيء بالأيصر وابدأ بالأهم وأهم شيء أن تربط بين جميع العلوم يعني مثلا لو أنت في الطب ما أجمل أن تربط بين الإعجاز الطبي في القرآن الكريم لو أنت مثلا في الهندسة تربط بين علوم الهندسة وعلوم القرآن الكريم في الكيمياء وهكذا اربط بين العلوم الدينية والعلوم الدنيوية حتى تكون نافعا لدينك ولوطنك يا ربي جل العباد انصرفوا عن علوم الدين قد انحرفوا أمن عليهم خذ بيديهم يا ليتهم بالهداية عرفوا تطاول ليل الأسى المبعد على أمات الهادي الأحمدي تطاول ليل الأسى المبعد على أمات الهادي الأحمدي ونالت ذئاب الغرى من النشئ الركعي السجدي ونالت ذئاب الورى من النشئ الركعي السجدي يا ربي جل العباد صرف عن علوم الدين قد انحرف أمن عليهم خذ بيديهم يا ليتهم بالهداية عرف يا ليتهم بالهداية عرف دعونا دعونا لكي نهتدي فلن نبقى دوما بحال ردي دعونا دعونا لكي نهتدي فلن نبقى دوما بحال ردي ولولا حروب على ديننا لكنا كطيف لطيف ندي ولولا حروب على ديننا لكنا كطيف لطيف ندي يا ربي جل العباد صرف عن علوم الدين قد انحرف أمن عليهم خذ بيديهم يا ليتهم بالهداية عرف يا ليتهم بالهداية عرف سنحيا بخير بإذن الإله كراما عظاما وأيضا حماه لدين وعلم يعود بنا لدين وعلم يعود بنا يا ربي جل العباد صرف عن علوم الدين قد انحرف أمن عليهم خذ بيديهم يا ليتهم بالهداية عرف يا ليتهم بالهداية عرف قد يسأل أحد الشباب ويقول طيب لما بتعلمي علم بروح أدعو به إلى دين الله سبحانه وتعالى بلاء كثير من الناس بتئذيني وبتقول لي يا عمي شيخ انت تعملين فان نفسك شيخ أقول لك لا تلتفت لكلام الناس لا تلتفت لكلام الناس يعني اعمل ما ينفعك لدينك ولوطنك والله لو صحب الإنسان جبريلا لم يسلم المرء من قال ومن قيل فاللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تسدنا علما إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عناية الرحمن للإيمان تهدين وتشرح الصدر للتقوى وتروين عناية الله للإنسان تسعده تشفي القلوب من الأمراض تحمينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر